قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوين أخباري اليوم بعد تصريحه بخصوص مستقبلها حملة من الجماهير الأردنية لاستمرار عموت ملك الأردن يفاجئ عموت ويتصل به بشكل شخصي قبل عودته للمغرب نائب رئيس الاتحاد الأردنية مباراة ضد قطر أغرب مباراة في العالم ونعلم أنها لن تعد والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار بعد تصرحه بخصوص مستقبل حملة من الجماهير الأردنية لاستمرار عموت أتر الحسين عموت مدرب المنتخب الأردني لكرة القدم الشكوكة بخصوص مستقبله على رأس الطاقم الفني لنشام وذلك بعد حصول الأخير على وصفة كأس أسيا وسرعان ما تحول نقاش الجماهير الأردني حبر منصة إكس بخصوص ضرورة الحفاظ على مكتسبة المنتخب والإبقاء على المغرب حسين عموت مدرب للأردن بعد الوصول إلى نهاي كأس أسيا لأول مرة وتحول اسم المدرب المغربي عموت مجددا إلى تريند بعد مباراة الأردن وقطر والتي حسمها العنابي لصالحه بثلاث أهداف مقابل واحد وصفت تعاليق الجماهير المدرب عموت بالبطل بعد كل ما قدمه للأردن واشتغاله لفترة قصيرة على إعادة بناء المنتخب وتقديم أفضل صورة لها واجمعت التعاليق على أن المدرب المغربي هو الأفضل حاليا مشيرة إلى ضرورة التوصل معه لحل من أجل استمراره رفقة النشام بحث عن تحقيق إنجازات أخرى وقال أحد الأردنيين بغض النظر عن النتجة والفضائح التحكيمي التي صارت في مباراة النهائية أمام أنظار العالم لكننا فخورين بهكذا الجيل وفخورين بهكذا أداء بطولي رجولي ولا ننسى البطل الأول الحسين عموت شكرا للنشامة شكرا لجهودكم شكرا لإسعادنا طوال فترة الماضية وضف أخر انتهت معاناة منتخب الأردن مع المدربين بعد قدوم الحسين عموت الذي هو أفضل من يقود منتخب الأردن في الوقت الحالي وتبتح حسين عموت ثقة المسؤولين والجماهير في الأردن وكان عموت قد قال في تصريحات إعلامية بعد مباراة الأردن وقطرة إن لديه التزامات وظروف عائلية ظهرت قبل البطولة وأوضح أنه سيستفر إلى المغرب بعد إسدال استطار عن فعالية كأس آسيا وسيكون الحسم في مستقبلها بخصوص استمراره من عدمه مدرب للأردن بعد اشتماع مع الاتحاد الأردني عجل ملك الأردن يفاجئ عموت ويتصل به بشكل شخصي قبل عودته للمغرب كشفت تقار إعلامية أردنية أن الناخب المغربي الحسين عموت تلقى تصالا من الملك الأردنية بالرغم من الهزيمة أمام قطر في مباراة النهائي الأسيوية وفق الفيديو نشرته قنوات أردنية فإن الملك الأردني قد هنأ الناخب الوطني على وصوله بمعية منتخب نشامة لدور نهائي كأس أسيا للأمم وعد الملك الأردني الحسين عموت باستقبال يليق بنجوم المنتخب الأردنية يشار إلى أن المنتخب الأردني انهزم أمام المنتخب القطري بثلاث أهداف لهدف واحد نائب رئيس الاتحاد الأردني مباراة ناديد قطر أغرب مباراة في العالم ونعلم أنها لن تعد انتقد مروان جمعة نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأداء الذي قدمه الحكم الصيني مانينك في نهاي كأس أمم أسيا للفين وثلاث وعشرين الذي جمع بين منتخب نشامة وقطر وقال جمعة في تصريح تلفزي لقناة المملكة الأردنية مباراة ناديد قطر كانت أغرب مباراة لا أظن أن ركلة الجزاء الثلاثة التي احتسبت لصالح منتخب قطر كانت صحيحة وتبع لو عدنا لركلة الجزاء الأولى فإن الحكم الصيني لم يعد لتقنية الفيديو رغم أن أكرم عفيف هو من قام بإدخال أقدمه بين أقدم عبدالله نصيب وكان يستحق بطاقة صفرة وليس ركلة جزاء أما فيما يخص ركلة الجزاء الثالث فقد سابقها حالة تسلل وحارس المرمى يزيد أبو ليلى خرج من أجل التقاط الكرة من أمام عفيف وهذا شيء طبيعي فليس من المعقول أن يذهب الحارس لليمين أو اليسار حتى لا يصطدم بالمهاجم يستضرد جمعا ووصل لنكن واضحين نعلم أن المباراة لن تعاد لم نناقش في الوقت الحالي إمكانية رفع الشكوى للمسؤولين وقد نناقش ذلك في وقت لاحق باجتماع الاتحاد وتم حادثها لاعب منتخبنا الوطني يشعرون بالقهر فقد كان هدفهم العودة باللقاب لكن ما تم تحقيقه يعتبر إنجازا وحسب وجهة نظري البطل الحقيقي هو الأردن ثلاث حلول لإنهاء أكبر أزمات المنتخب المغربي أظهرت نهائية كأس أمام أفريقيا 2023 معاناة المنتخب المغربي من أزمة كبيرة في مركز المهاجم الصريح وكان منتخب أصد الأطلس قد غادر البطولة القارية مبكرا من الدور الثمن النهائية بعد خسرته أمام جنب أفريقيا بهدفين دون رد في واحدة من أكبر مفاجأة نسخة العام الحالية وتنتظر المنتخب المغربي رهانة كبيرة خلال الفترة المقبلة أبرزها عودة التصفية الأفريقي المؤهلة لنهائية كأس العالم 2026 انطلاقا من شهر يونيو 2024 إن شاء الله ونرصد لكم ثلاث حلول كفيلة بإنهاء يازمة المهاجم الهدف التي يعاني منها منتخب المغرب منذ فترة طاولة أولها محمد بولديني المهاجم صاحب الثمانية والعشرين عاما الذي يمتاز بقوته البدنية الكبيرة وهو ما قد يجعل منه خيارا تكسيكيا مهما في خط هجوم منتخب المغرب خلال الفترة المقبلة وشارك محمد بولديني مع ليفانت الإسبانية في 24 مباراة خلال النسخة الحالية من دور الدرجة الثانية في إسبانيا وسجل سبعة أهدف وتخرج بولديني في مدارسة شبان فريق الرشاد البرنوسية قبل أن ينضم عام 2015 للصفوف الرجاء ومن بعده الاتحى الطنجا ويلعب محمد بولديني منذ عام 2018 في أوروبا إذ حمل أزياء عدة فرق في البرتغال وإسبانيا اللاعب الثاني هو صفيا رحمي نجم فريق العين الإمارة والذي قد يشكل أحد الحلول لمنتخب المغرب في المرحلة المقبلة خاصة وأنه أثبت في عدة مناسبات أنه قادر على النجاح في مركز المهاجم الصريح وتألق لعب الرجاء المغربي الأسبق خلال الموسم الحالي مع العين حيث سجل تسعة أهداف وأهداع عشرة تمرارة حاسمة خلال واحد وعشرين مباراة شارك فيها بمختلف المسابقة وسبق لسفيا رحمي أن تألق مع منتخب المغرب للمحليين اتسجل خمسة أهداف من ست مبارية خلال بطولة كأس أمم أفريقيا الشان 2021 في الكاميرون اللاعب الثالث هو إبراهيم صلاح نجم استادرين الفرنسي والذي أظهر نجاعة كبيرة خلال الموسم الحالي حيث سجل سبعة أهداف بمعدل هدف واحد كل 92 دقيقة تقريبا ويملك المهاجم الشاب صاحب الـ 22 عاما الجنسية المزدوجة البلجيكية والإسبانية وهو بالتالي مؤهل لتمثيل منتخب البلدين بخلاف المغرب طبعا ولم يشارك إبراهيم صلاح في أي مباراة مع أصود الأطلس وذلك رغم دعوته في عدة مناسبة من قبل المدرب وليد رقراقي إليكم مشاهدين أهم عنوين أخباري اليوم بعد تصريحه بخصوص مستقبلها حملة من الجماهير الأردنية لاستمرار عموتا ملك الأردن يفاجئ عموتا ويتصل به بشكل شخصيا قبل عودته للمغرب نائب رئيس الاتحاد الأردنية مباراة ضد قطر أغرب مباراة في العالم ونعلم أنها لن تعد والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيم الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار